ميله حمزة المسلوسة ميله يعني اللي تقولك كابتن طاري نفس الجملة انت بتتكلم في مدافع دولي يعني في مدافع كبير لو مر بمرحلة من سوء المستوى ده وارد جداً لكل اللي عبيه بس بقاله فترة والله كريم لو هيكلمك على على حمزة نفسه يعني كاكواري تلعيب انت يعني لو قدرت تتحدد له مستوى هتحدد له السبع مشروط توصلنا للفرق للفرقة كلها كانت في يعني في اعلى مستويات هو بقاله فترة كبيرة جداً انا انا مش قادر امعرفش هيدي امكانياته ولا هو يعني فنياً مش مش قادر يعني يجيب مستوى تاني يعني لو في مطش اتنين تلاتة اربعة مش لكن هو بقاله فترة كبيرة جداً يعني مفيش مفيش حي خالص نحي تريمين بالعكس انت بتبقى في يعني انا مش عايز اقولها يعني لها نقطة ضعف نحي تريمين فانا متهالي اللي هو في نقطة ضعف خلاص اه لا ما هو يعني لو سألت اي حد انت طبعاً لا ما هو الناس كلها بتنتخله اه يعني احمد ريف عات الشوت الاولاني لو هتقول احسن اتنين في في فيوتشار احمد ريف عات و احمد عاطف صحيح فهو على فكرة والديفنس برضو والديفنس برضو في محمود علاء و عبدالغاني يعني اول نصف ساعة اي كرة من وراه بلغاية اخر دي اه اي كرة من وراهم في السرعات اي حد سريع بياخد الكرة بسرعة جداً يعني فيوتشار واي اتنين واحد عمر كمان عبدالواحد كرة في العرض اتخلص المطر صحيح فلا يعني انا متهالي لازم حازم ياخد المشاطر جاي حازم ياخد وطريق يرجع كابتل موسامة تسأل في المؤتمر الصحفي كابتل صحوانة بيه قالي انه حازم لسه مش جاهز يعني مش مبقاش جاهز ماي في المالسة اجامل اصابة فمش عايزة ابدأ بيه لكن هو ده السابق اللي مخلاش حازم يبدأ النهار تصريحات زكية مفيش مدرب هي يعني هينطقد لعب وهو عرأس الجاس فاني لازم دايما تديره ثقة وتديره يعني ان انت دافع ان هو يبقى كويس المشاطر الجالي انت مفيش غير حازم وحامزة لكن انا بقولك لو حازم حتى 70% يلعب يعني يبدأ المطر مفيش مشكلة طيب